رسمياً انطلق معرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الخمسة وخمسين واللي بيشهد مشاركة محلية ودولية هي الأكبر مشاركة بهذا الحجم بيتبعها إقبال جماهيري ضخم جداً والحقيقة هنا بيكون فيه دور مهم جداً لفريق أنا متطوع هو واحد من أهم المبادرات اللي بيشهدها معرض القاهرة الدولي الكتاب بمشاركة عدد كبير من المتطوعين الشباب عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا البرنامج والبرنامج وزاهي أم المتطوعين بدور كبير جداً خلال المعرض في هذا العام معنا مصطفى عز العرب معاي ونزير الشباب والرياضة والمشرف على برنامج المتطوعين بمعرض القاهرة الدولي الكتاب واللي بنوارنا صباح الخير عليك سبحانه أخبارك إيه؟ الحمد لله يا رب دايماً طيب احنا في ظل توقع طبعاً إقبال جماهير كبير جداً في هذه النسخة إزاي فريق المتطوعين اتدرب واستعد لهذا المعرض في هذه النسخة؟ بالنمج أنا متطوع في معرض القاهرة الدولي الكتاب هو واحد من برامر لوزارة الشباب والرياضة بتديرها وبطرعها طبعاً بالتعاون مع وزارة استقافة تحت عادة دوتر الكلاني وتحت عادة دوتر الأشرة في صبحين بس البرنامج دبيدي من ضمن استراتيجية لوزارة الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية للشباب والناش اللي فيها محوى من محاور التمانية الأساسية فيها عن التطوع وخدمة المجتمع فرؤيتنا تجاه العمل التطوعي في وزارة الشباب والرياضة هو نوع من أنواع الخدمة المدنية اللي بيقدمها الشباب أو المدرسة المدنية اللي بيتعلم فيها بنظام تعليم غير نظامي هو بيتعلم عن طريق الخبرة والتجربة والكساب الخبرة فعشان كده من المحرسين في تأدربنا وتأهلنا للولاد دول أنهما ينزلوا على قد الميدان قادرين أنهما يغدوا أقصى استفادة من الخبرات اللي يكتسبوها ويقدموا أقصى من عندهم فعشان كده احنا بنمر قامة طوعة أسس من سبعة سنين للمساهمة في إدارة معرض القهر الدولي للكتاب الحدث في الثقافي الأهم في الشرق الأوسط وممكن نقول أنه هو أربع مع كتاب فعلاً رماهيري في العالم احنا نتكلم كل سنة في خمسة مليون شخص فعشان كده احنا بنشتغل على اختيار كوادر من الشباب المناسبة ويحنا بنفتح بالتقديم لعدد أيام قليل جداً أربع أو خمس أيام ويقدم لنا عشرة تلاف ده ليه لأن خلال السبعة سنين اللي فاتوا فيه من النماذج الشبابية الكتيرة جداً اللي اتخارروا من البرنامج دوت قدموا وناس شافتهم أنهما كنماذج كويسة فكل الناس بدون عايزة تخشوا لتخذ التجربة دي فبيقدم الناس الشباب وبعد كده بنعملهم مقابلات شخصية بيحضرها عدد من قائدات الوزارة طبعاً وبالتصفية النهائية بتبقى 2000 مقابلة شخصية في الآخر بقى فيه 300 شاب بيتم اختيارهم للعمل داخل معد قائد دولة الكتاب طبعاً إحنا بنشتغل بلجنتين عمل لجنة التنظيم والمعلومات داخل المعد ولجنة التوصيق الإعلامي فإحنا بنقدم لهم التدريب على الأساس دوت في الأول وتدريبنا بينقاسم لأكتر من مرحلة أول حاجة أنا بأخذ الولد أو الشاب البنت وأولاد اللي جايين بيديله فكرة إيه هو معد الكتاب وأهميته إيه دولة المصرية إيه هي منظومة المجتمع وإزاي هو يكون فاعل فيها عشان يبقى مدرك موقع من داخل المجتمع بتاعه إيه وإزاي هو ممكن بحاجة قليلة جداً يقدم في خدمة للمحيط بتاعه ومجموعة البشرية المحيطة بينه وبعد كده بنبتد نشتغل معه على جزئية المهارات الشخصية في التعامل مع الناس لأنه هو يتعاطى تحت ضغط كبير يعني هو بيقابل عدد كوي جداً من الجمهور يومياً والثقافات مختلفة وكمان جنسيات مختلفة فهو يبقادر أنه يتعاطى مع كل شخص بشكل مرين ويقدر يتجاوز أي مشكلة من غير ما يورط نفسه في أزمة أو يخلق أزمة هذا ما بنقول إدارة الأزمة وتصدير الأزمة إدارة الأزمة وتصديرها بتبدأ من الشخص أنا يعني أنا لو لداخل قدامي هو عايز يفتعى الأزمة أنا أقدر أنتصه وتخطى به الأزمة دي غير ما أنا أسلوبي أصلاً هو اللي بيسبب الأزمة فإحنا بنوح معرض الكتاب والأولاد بيضربه 3 أو 4 تيام قبل المعرض بعد عملية اختيارهم وبدأ ننطرق بقى زي ما إن شاء الله هننطرق النهاد إن شاء الله طيب بداية من سنك ممكن تقبلهم متطوعين إحنا بنشتغل على سن من 16 إلى 24 سنة أو 25 سنة زي ما عملنا السنة دي ودي تبقى المرحلة العمرية اللي هي ممكن يكون الشاب عنده قابلية اكتساب حاجة جديدة إنه لسه ما زال طالب أو لسه خريج جديد إحنا بنشوف يعني هذا بشكل عالمي برضو إنه إحنا بعد سن 25 قابلية الشاب إنه يتقبل تغييق كبير فحياته بتبقى أقل شوية فإحنا بدي فرصة شوية للطلبة اللي في الجامعة لإنه كمان الولاد بيحتاجوا دوت عشان لما بيجي يطلع بقى مص ياخد منحة يدرس بقى ويجي تاني في بلده فلازم بيبقى المنظمات الدولية أو الجماعات العالمية بيطلوبوا إنه يقدم للمجتمع بتاعه عدد ساعات من التطوع فعلشان كده دايما يعني نسبة بها من الشباب اللي شاكوا معنا برضو إنه يخدوا من أحبارة ويجرعوا في ناس بقى أو معيدين وفي ناس بقى أو عزيزين يعني شخصيات ما شاء الله بنفتاخد بيهم دايما نمازل بنمازل روزارة الشباب وفي ناس كمان بقى عندهم خبرة كبيرة جدا في العمل داخل معرض الكتاب هم دول اللي انتو بتعتمدوا عليهم ولا في شباب جديدة بتدخل إحنا دايما عملية الاختراف بتاعتنا بيبقى فيها تأسيمة معاينة يعني ايه يعني أنا بقى حريسين يكون فيه نسبة قليلة شوية من الناس اللي شاركوا قبل كده ودي فرصة للناس جديدة وبرضو بشوف الشباب اللي بيقدموا بيناخد نسبة عندها خبرات وبناخد نسبة ما عندهاش خبرات وبناخد شرائحة عمرية مختلفة لأنه زي ما حالك عادي في التناغم أو الهارموني اللي بيبقى بين الشباب لازم كله يتعلم من بعضه يعني أنا مش أنا بس اللي أعلمه أو الليدر بس اللي أعلمه بيكتسب ينزميله وبيشوف ينزميله وعشان كده بني بقى حريسين دايما النسب اللي موجودة مش متساوية نسب معقولة من كل مجال دراسي نسب معقولة من كل اتجاه من كل فكه فالأولاد لما بيتقابلوا مع بعض ويعيشوا ويعيشوا مع بعض الناس بتشتغلوا ببعتاشرة ديوم يا فندم وبيشتغلوا من تمانية الصبح تقريباً لتمانية بالليل فبتبقى تجربة البيت فهم بيعيشوا مع زميلهم في المعد بيعيشوا مع تجاوبة المعد أرطة ما بيعودوا في بيوتهم فبتبقى حالة مهمة أو تغيط كبير في حياتهم يعني بننمسوا بعد كده احنا بنشوف لما بنتابع الشباب دولي طب يعني زي ما حدلك قلت يا سيد مصطفى حوالي 12 ساعة في اليوم لمدة 14 يوم ده بقت طويل جداً ومجهود أكيد بس دور المتطوعين في معرض القاهرة الدولي للكتاب مقتصر على اي؟ او بيقوموا بايه دورهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب هو يعني من نجاح التجاوبة المتولية للمعد قاهرة دوي الكتاب المتطوعين اللي فيه حالياً المعد يعتمد بشكل كل على المتطوعين لإضاءة المعد يعني ايه؟ يعني من أول البوابة وحدارك داخل المعد أول حد يتشوفه في المعد هو المتطوع هو الشخص اللي هيستقبلك عند البوابة ويشوف التيكت بتاعك يعملها سكان عشان تخش وينظم الطوابئ اللي احنا بنشوف طوابئ كبير جداً قدام المعد يعني فلازم إجاءات تحصل قبل الناس ما تخش بعد كده لما بيخش جوه بقى الصلاة بيقابل الأول اللوبي أو الاستقبال بيبقى فيه الانفروميشن ديسك الموجود علي المتطوعين عشان احنا عندنا في المعد تقريباً 1200 ناشر 5000 عوض فطبيعي جداً انت مش هتغرف تبقى داخل العايز تروح لحاجة بتاعتك هتروحها ازاي؟ حتى انت لو عاي في المكان مش هتغرف توصله لأن برضو المكان ضخم جداً فتويه فلازم بيكون في الانفروميشن ديسك المتطوعين موجودين بعد كده ما بنخش جوه الصلاة نفسها بقى صلاة الكتب نفسها بيكون فيها برضو متطوعين جوه لأن برضو الصلاة تبقى كبير جداً ففي ناس ما بتبقاش قدر تميز انا عايز ووح هنا فمتطوعين بموجودين جوه الصلاة برضو بيلفوا طول الوقت وموجودين كذلك في قاعات الأنشطة بيكونوا موجودين هم المنظمين طبعاً طبعاً كل ده بيتم إدارته من خلال منظومة المعد أو إدارة المعد طبعاً مع الزملاء في هيئة الكتاب بس بيبقى الولاد هم الأداء اللي بتنفس كل ده طبعاً بقى الكسافات التنظيم داخل الصلاة لأن برضو بيحصل كسافات بيحصل حكتي جداً بتحصل أزمات بتحصل مشاكل بإدارة الأزمة السريعة طبعاً كل ده بيوجود في الخطة بتاعتنا اللي نديها للولاد وكذلك بقى جزء التوصيق الآلم طبعاً كل ده لازم يتوسق بشكل كويس عشان نشوفه في التلفزيون ونشوفه في المنصة الرسمية للبيهات المنظمة فعشان كده بيكون برضو في عندنا قسم سوشيال ميديا في عندنا قسم للتصوير والمونتاج والفيديو والزاين جرافك زاين فبيبقى في منظومة متكاملة من كل الشباب بيشتغلوا مع بعض يعني بشكل لطيف طبعاً هما 12 الساعة احنا مش كل الناس بتشتغل 12 الساعة وبيقسموا أكثر من شفت وبنديهم أيام واحد في النص وبيبقى في منظومة كده يعني هي ممكن تكون معقدة شوال اللي بص علىها مبارا بس من جوة اللي ربي انضربهم برضو او ازاي يشغلوا الجدوى بتاعهم اليوم اللي انه بيعندوا بريك عندوا بريك أربع ساعة ومصف ساعة توقيت معين وبرضو من الحتة اللي بنعملها داخل المرات بينامي الروتيشن اللي هو لها كلهم اللي مقارضوش في مكان واحد طول اليوم لازم يغير مكانه فعندنا ثلاثة اربعة روتيشن كل يوم فالجزء بيكون على البوابة وعكذا بيخش الانفورماشن ديسك طبعاً هو قبل اليوم ما يبتدي بالليب يبقى معاك جدوى بتاع توقيتاته يعني دائماً الصبح كده بنقول لهم في الباص يعني ما اعطى الله الموبايل اعمله من البيهات بتاعكه عشان تبقى عايف انت وقتك عشان بريكك ما يروحش عشان فيه قصة انت بتبدل معاك زميلة برضو عالبوابة فهو بيبقى مستنيك فانت لازم تروح له عشان يجد على يخش مكانك فكل ده بنحاول بقى في التدريب بقى ناجد على الروز التدريب بننميه جداً فيهم هو يبقى مدرك دوة ويبقى عايف جداً انه هو لو اتاخر خمس دايق هايلي مش هيلاء الباصح طبعاً بنوفر لهم بساطة بنوفر لهم كل ما يحتاجوه خلال اليوم يعني عايف انه مش هيلاء الباصح فهو بين نفسه بيبقى عنده انضباط ذاتي يعني بيقضاء يقسموا وقتهم بعد كده في حياتهم حتى هو بقادر يعمل دوت طب من الحاجات المهمة كمان وأكيد انتوا رأيتوها يعني لو فيه كاتب من الكتاب الكبار المعروفين اللي بيكتب للشباب مثلاً اللي بيكتب روايات الرعب الحاجات اللي بيكون عليها اقبال دايماً بكل تأكيد بتكسفوا عدد المتوعين الموجودين لان هيكون فيه اقبال كبير في المنطقة دي فهيكون فيه اسئلة كتيرة من الناس صحيح دي تبقى جزئية مهمة جداً لو احنا بيبقى روز اساسي في اختيار الواد عندنا هي بقى عنده ادراك بشكل ما عن الحياة العامة في مصر بحيث لما يشوف شخص شخصية عامة او كده يبقى عرف هو قدام مين فدي تبقى جزء اساسي وبعده بنراها في التدريب معاهم بنحاول نديلهم معلومات عن اهم الاحداث اللي بتحصل وامل الموضوعات والجداول فطبعاً وقت توقعات الكتب بقى وازجارة الدبابة والمثقفين دي بيكون من عمليات الطوارئ عندنا داخل المعد يعني فهو طبعاً لها استعدادات خاصة طبعاً احنا بمعرفين طبعاً قبلها بيوم انه يقفين في المكان الفلاني فيه كسافة معينة لان طبعاً بيحصل اعلانات وجزء السوشيال ميديا عندنا والشباب بيبتدوا يصدوا ايه اللي بيحصل على السوشيال ميديا عشان تاني يوم نبقى عافين تاية يوم نبقى عافيني وهم الولاد مجاهزين فده بتنموا رصدوا بصراحة قبل كده من جدول البينامل الثقافي او الاعلانات بتاعت الكتاب اللي على الانترنت وبعد كده الولاد بيبقوا تاني يوم مستعدين ان في الجناح اقم كذا في الحتة الكفرانية في حد جاي فنبقى عاملين حسادنا انه ممكن يحصل طوارئ اناك فنتحرك فرق البعض بس فهم بقى الولاد بيبقوا فيه سيست وفيه ليدرس طبعا ببعض بيديد دواء كله يعني وشباب مشاء الله عليهم ببعض من النمازج الكويسة اللي ده يعني بقالهم خق اكتر من سنة معنا وبعض الكون داخلين متطوعين مع عزلات الشباب ورياضة فنمازج كلها بنفتخر بيها دايما ودبر دكتور اشهر الصبح بيتكلم على الشباب ده بشكل جميل جدا يعني يعني سيد مصطفى كمان من ضمن يمكن المواقف اللي ممكن تحصل او ممكن تواجه الشباب دول ممكن يحصل لحد في اثناء يعني جولته في المارض هل الشباب المتطوعين دول عندهم يعني خدوا تدريب مثلا عن الاسعافات الاولية خدوا تدريب ان هم يتصرفوا في المواقف اللي زي دي اكيد هم بيعندهم كل حاجة بيقى فيها بروسس بتحصل او اجراءات يعني احنا بيعودين اجراء لما بيحصل احتكاك مع حد بيبقى دوت بيعندنا اجراء لما حد يغمى عليه داخل الصلاة ببقى عارف حامل واحدين تلاتة اولا بضمنوا المساحة بحاول او ماشي الطريق بحاول عمل كذا وبعد كده هو اوتوماتيك في نفس الوقت بيستدعي الاسعاف الموجود نحن عندها تواجد دائم لاسعاف وشركة امن وشركة دائما الاسعافات الاولية بتبقى لحد ما ديجي او 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 يعني ده متقنقص حد فان دائما بدينا فكرة عن ازاي يتعامل في الموقف دوت وازاي يبقى حريص على صحة القدام ويعني فديم بعضه من اجراءات الطوارئ زي ما قلنا عن التعاون مع الموضوعات المختلفة داخل المعض عظيم جناح الطفل من الاجناحة اللي بتشهد اقبال كبير جدا مش بس من الاطفال كمان من اولياء امورهم يعني بنبقى حابين ان احنا ندخل كمان ونقرأ للاطفال وفي نفس الوقت فيه اسر زي ما بنتكلم دايما بيستحبوا اطفالهم معاهم لجناح الطفل فيه اطفال كمان بتروح لوحدها بالمناسبة يعني فيه اطفال كبرت شوية فبدأت عارفوا الطريق وبدأوا يروحوا لوحدهم تدريب المتطوعين على التعامل مع الاطفال بيكون عامل ازاي احنا عندنا صالة اسمها صالة الطفل يابتوا صالة هارف خمسة ودي بيكون صالة فيها يعني ضغط غريب طبعا زي ما حالب قلت كل الاولياء الامور والاطفال لان بيبقى فيها كمان زي بيع الكتب الطفل فيها انشوطة الطفل فيها العوب بتاعت الطفل فعلشان كده موضوع الاطفال ده بالذات احنا عندنا اجراءات لي لان تبعدوا فيه اطفال بيفقدوا كل يوم يعني كل يوم بيبقى فيه طفلة او اتنين او ثلاثة بس دائما بنطمي الناس يعني مع مدام جوه المعد فانتم ما تقلقوش مفيش حاجة ايه كل حاجة مظبوطة يعني بميزان سواء معانا او مركز مصر للمعادة الدولية فعلشان كده بيبقى فيه اجراءات معانا الولاد يتعاون مع اجواء الاطفال والتواجد الاطفال والتكدسات بتاعت الاطفال نبعد فيه امتى نتدخل وامتى نعمل ايه وبدو فيه المفقودين لنا البقارب بنعملها بغدوا المنطقة الفلانية ببلغ في كل الصلاة يندهوا في المايقات بتاعت الصلاة فيه طفل كذا مفقود فيه منظومة برضو للتعامل مع الطفل وسلامة الطفل يعني لان احنا دائما شايفين احنا عندنا جوه مقعد الكتاب فيه مقعد لكتاب الطفل بنقول كده وليه شخصية بقى ليه شخصية منفايدة ليه شخصية حاندها شخصية طبعا علم المصريات الكبير سليم حسن وعندنا فيه مع الكتاب الطفل طبعا الاستاذ الكبير عقوب الشاروني احد اساطير ادب الطفل في مصر فبعد نحن من قرم اهم ادباء الطفل في البرنامج بتاع المعرض الطفل فمعرض الطفل وجزء اصيل من معرض قهر الدولي للكتاب ودائما بنهتم به لدارة انه ببقى معاه صالة مخصصة فقط للطفل طبعا احنا عارفين انه يكون في اقبال كبير جدا دلوقتي مع فتح المعرض دايما اول يوم كده بيكون في اقبال من الناس كلها مستنيا ان هو يفتح ابوابه عشان يدخلوا بقى ويتجولوا داخل ارواق المعرض انت بتنصح الناس بايه اه اول حاجة احنا نقدل كل المتطوعين الموجودين في خدمتك ومساعدتك فمتلقش من اي حاجة وخليك متطمن دايما انت داخل وتعاون معهم هم يتعاونوا معك واي حاجة محتاجها الجأ للمتطوعين في كل مكان وهتشوفهم في كل مكان اهم حاجة نحافظ في فورم طيب يتعرفوا بي او كده اه طبعا بيبقوا لابسين فيست اصفر مكتوب عليه انا متطوع يعني بكل وضوح في كل حتة هيشوفهم وما تخافش انك تلجأ لأي حد او تطلب من اي حد اي حاجة انه مش هيسير غير لما يساعدك او يحللك المشكلة وهو ده دوره صحيح هو ده دوره هو الولاد ده بيفئ معهم نفسيا جدا انه بيحس بالافادة اللي بيقدمها للناس تاني حاجة بنصح الناس بيها طبعا انهما يستخدموا المؤسطات العامة يكون لطيف جدا يستخدموا المؤسطات العامة متوفاة في كل مكان وثالث حاجة انهما يحافظوا على سلامتهم الشخصية طبعا فيه لو لاوا تقدسات يبتعدوا عنها وكده وان شاء الله ما بيحصلش يعني ويبقى متعاون مع جميع الناس اللي موجودة ويحاول يعني اي مشكلة قبله يلجأ للناس يحلوها له يعني وان شاء الله ينبسطوا يعني في المؤسطة السنة دي وطبعا احنا مؤسطة كبير جدا يعني احنا تطورة كبيرة حصل في السنين اللي فاتت احنا الحمد لله شهدنا نهضة شبابية وشهدنا نفسها نهضة ثقافية في مؤسطة دورة كتافة عهد رئيس عبد الفتاح السيسي فاحنا دايما مفخرين بدوعة وفخرين دايما المعب بيكون تحتاجات إصحاب بالفتاح السيسي بكل تأكيد وحنا كمان نحياة بنفخر بالشباب المتطوع اللي دايما بيكون عنده نزعة كده او روح ان هو يساعد الغير بدون اي مقابل وببقى طول الوقت عنده يعني مسئولية ووعي بالمشاركة اهمية المشاركة المجتمعية طبعا بشكر حاجة زيل الشكر الوساد مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب ورياضة والمشرف على برنامج المتطوعين بمعرض القاهرة دولي الكتاب شكرا لحديث